في ظل هذه الأوضاع احتلاء طيلة عليكم أريد أن أقول لكم بأنما يسعى البعض إلى تقديمه دفاعاً الدات وهو في الواقع حرب إبادة جماعية وتقتيل وتهجير وتطهير عرقي كما وقفنا على ذلك من قبل كل ذلك يجعلنا نعتبر بأنه من الصعب جداً في ظل هذه الأوضاع المُضي قُدُمًا في أي علاقةٍ سويةٍ مع كيانٍ من هذا النوع وعلينا أن نأخُد ذلك بعين الاعتبار لأن الأمر اليوم يقتضي بدايةً أن نُواصِل التعبئة ونُوحد الكلمة وأن نضغط أكثر على جميع المُستويات عربيًّا وإسلاميًا ودوليًا ولدى كل أصدقاء السلم من أجل إيقاف هذه الحرب القادرة من أجل وقف إطلاق النار من أجل الدفاع على الشعب الفلسطيني في محنته من أجل فتح الطريق فعلاً إلى الإمكانية الوحيدة من أجل أن يعم السلام بفلسطين وبالأراضي المُحتلة وهي أن يتم الإقرار النهائي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المُستقلة وعاصمتها القدس ترجمة نانسي قنقر